اشتركوا في القناة الوضوع ده بيعني شاغل بعض الناس كتير وفيه ازمات كبيرة جدا عليه طبعا الشركات الاكراد التمويل اللي ظهرت بصورة مقسفة جدا في السوق المصري في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه وتأثيرها الكبير جدا على الاسر المصرية طبعا الشركات ديت الشركات التمويل الاكراد شغالة على المنتجات وشغالة على المنتجين اللي هم اللي بيصنعوا المنتجات بتاعتهم يعني بنسميها متناهية صغر لكن خلينا نتكلم بصورة بسيطة جدا اللي احنا نوصل رسالتنا لمين المسؤول عن الموضوع ده الوضع اللي بيحصل بسبب الكروض اللي بتحصل من غير اي اسباب للأسر المصرية طبعا الكروض ديت محطوطة للناس اللي بتصنع للناس المفروض ان هي تشتغل المفروض ان هي تتعلى بالمنتج بتاعها ويكون فيه عائد تصدير كبير جدا في مصر لكن الشركات ديت بتقدي الكروض بصورة غريبة جدا الصورة ديت لو انت محتاج كارد تقدر تاخده في اي وقت في اي زمن من زي البنك انه انت عشان تاخد الكارد لازم يكون فيه اوراق رسمية اللي انت تاخد بها الكارد بتاعت فيه ازمة كبيرة جدا الازمة ديت الغريمات الغريمات اللي بتروح عشان خاطر تجيب الكارد عشان تجوز بنتها او تجيب حاجات لبنتها او المتعسر في دين عايز يسدده فبيتجه للشركات ديت الشركات ديت بتدي الكارد بتاعها في خلال 48 ساعة او اقل ما يمكن الشركات ديت المفروض انها تتوجه للمصنعين لكن توجهت للأسر المصرية الفقيرة اللي محتاجة اللي هما محتاجين عشان خاطر يسد دينهم فعشان اللي انت تسد دينك تروح تجيب كارد بالصورة ديت فبالصورة ديت ما بتعرفش تسده فبالصورة ديت تقدر اللي انت كده بترفع عليك اواضي وتتجه للقضاء اللي انت مش عارف تسد الكروض بتاعتك فبالتالي انت دلوقت الست المصرية اللي بتروح تجيب الكارد بتاعها بدل ما تجيب الكارد بتاعها عشان تشتغل به وتطلع بالمنتج بتاعها ويكون في عائد كبير جدا لها وكمان بينعكس على السوق المصري يكون في عائد تصنيع كبير ما فيش الكلام ده خالص لكن الناس بتروح تجيب الكروض عشان خاطر تجيب بيها الحاجات بتاعتها غسل البنتها يسد دينه في الحتة الفلانية لكن احنا حابين نتكلم ونوجه رسالتنا للبنك المركزي لازم يكون فيه صورة ضوئية المفروض نتماشى عليها الشركات ديت عشان خاطر لو انت محتاج كارد لازم يكون معاك الأوراق اللازمة والمشروع كمان بتاعك القائم لازم يكون فيه جدولة كبيرة جدا للناس ديت بدل ما اجيب الكارد اشتغل بيه وطلع منتج يساعد بلدي بيه باخد الكارد عشان خاطر اشتري بيه حاجات معينة او اسد بيه دين معين وبعد كده بترجع نصوت وانهالي ونقول احنا علينا كروض وعلينا 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 طب ليه الشركات ديت المتيجة تعمل حاجة زي ديت يعني المفروض ان تكون حاطة كده صورة كبيرة جدا عشان خاطر الناس تعرف تشتغل بيها كويس لازم يكون عندك سجل وبتقدر بيها عشان تعرف تطلع الكارد بتاعك لازم انت كشركة تتأكد تماما ان هو معاه الأوراق الرسمية وعنده المشروع القائم مش عشان انت كموظف حابب اللي انت يكون عندك الشريحة بتاعتك عالية وعندك عملة كبيرة جدا انت روح تجيب كروت وبس لمين نسأل السؤال ده لهاية الرقابة المالية ولا نسأل البنك المركزي فيه هل فيه احتياطات لازمة نقدمها للناس ديت طب ما احنا بورده ممكن نحط حل بسيط جدا اللي احنا نخلي حاجة صورة كبيرة جدا توعية كبيرة جدا على الكرة وعلى المراكز وعلى مراكز الشباب اللي احنا ننزل ندي التوعية الكبيرة جدا وندي كمان ورشة عمل تصنيعية اللي انت تبدأ المشروع بتاعك بيها مش المفروض اللي انت تروح تجيب الكارد وتروح مضيعه وفي الاخر نسأل يقولك لا ده اخد الكارد عشان علي دين معين او علي عايز يجيب حاجة معينة طب عنده مشروع قائم ما عندوش مشروع قائم فاحنا بنوجه رسالتنا للبنك المركزي واللقابة المالية اللازم يتحط حد للموضوع ده عشان خاطر للشركات ديت عشان انت تدي كارد للعميل بتاعك لازم يكون معا الاوراق الاحتياطية بتاعتك ولازم برضو يكون في حاجة كمان يعني للناس اللي حابة انها تجيب الكروت ديت وتشتغل بيها لازم يكون في توعية انت هتجيب كاردك ليه ايه هو الشغل اللي عندك او هي الصناعة اللي عندك اللي قدر لديك كارد عليها عشان تقدر اللي انت تعلم المنتج بتاعك وتنافس كمان في السوق بتاعك لازم يكون فيه يعني دورات تدريبية دورات تدريبية وتهائيلية كمان للشباب ليه انت كمسلا شركات تمويل ما تقدمش برنامج تهائيلي للعميل بتاعك انت ازاي تبدأ الحياة العملية بتاعتك من البداية للنهاية ازاي تكسب انت كشركة تضمن حياتك تضمن اللي انت العميل بتاعك يقدر يسد والعميل كمان يقدر انه هو يشتغل ويطلع بالمنتج بتاعك كان فيه حاجات كتير طبعا يعني متسألات كتير جدا عن الموضوع ده حابين ان اي يعني اي حد مسؤول يطلع يقول لنا احنا هنوقف المزهلة الكبيرة اللي بتحصل دي وان يكون فيه صورة كبيرة جدا احنا شايفينها انت كده على فكرة انت ما بتوديش يعني انت ما بترفعش من كفاءة المنتج المصري خالص انت بتهد صناعة كبيرة جدا انت مش عشان فيه شركات كتيرة جدا اكراد طبعا فيه شركات اكراد كويسة جدا بتدل للعميل بتاعها ويبقى فيه توعية كمان عليها وفيه برضو بعض الشركات بتطلع كروت فقط لغير تمام فيه الحاجة التانية برضو حينا عايزين نتكلم عليها انت ازاي تبدأ المشروع بتاعك لازم يكون فيه جدولة كبيرة جدا للمشروع بتاعك ولازم تبدأ الحياة العملية بتاعتك الكويسة جدا على فكرة فيه ناس كتير جدا بتقول انا هبدأ المشروع بتاعها في ظل كورونا والكلام ده وانا كده مش هنجح هنهرمي فلوسي في الارض لا انت ابدأ ابدأ بالفعل ابدأ بالفعل ان المنتج بتاعك المنتج المصري بينافس في كل انحاء العالم ان احنا عندنا طبعا بنشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوعية الكبيرة جدا اللي هو بيعملها للشباب وكمان المعارض الكبيرة جدا اللي مفتوحة لكل شباب مصري اللي انت تقدر تطلع بالمنتج بتاعك وتقدمه وتطلع بيه كمان لبرا مصر مش انت بس في السوق المحلي بتاعك تقدر انت كمان تعمل عملية تصدرية ليك انت بصورة كاملة منتج بتاعك عليه كلمة او تلت كلمات صنعة في مصر انت كده سفير لنفسك انت سفير لدولة كبيرة جدا المنتج بتاعك الصغير سفير لدولة كبيرة جدا اشتغل لازم تعمل عملية تهائلية كبيرة جدا بص على السوق العمل بتاعك بص على منافسينك مش شرط اللي انت تجيب الكارد بتاعك وبس لازم عشان تجيب الكارد بتاعك لازم يكون على احتياطات الكاملة تقدر تسدها ازاي الشركات اللي بتدي الكروض لازم تعمل توعية كبيرة جدا للعمل بتاعها انت ازاي اوصل بيك لبر الامان لازم يوصله ديت لازم يكون فيه دراسة كاملة للناس اللي بتنزل وتشوف العملة دية تشغلين او لا فيه منتج بيطلع ولا لا احنا عايزين نرفع بالمنتج بتاعنا المصري لبر الامان الحاجة التانية برضو يعني بسيطة جدا واكتراح بسيط يعني ياريت الادارة الحكومية تاخد به وانا ليه ما اربطش الموظف الحكومي بزي الموظف الخاص اربطه بالانتاج موظف في الهيئة الفلانية موظف في المكان الفلاني انت ما بتيجي تخلص وراء للأسف للأسف يعني احنا بنحط صورة كبيرة جدا بنقول عليها ان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مثلا يعني خلينا نقول الصورة البيت مثلا في بيتك الاب والام ناس عظام كبيرة جدا مربين ولاتهم كويسين جدا لكن لازم يطلع لك كده ولد كده يعني مشاغب الولد المشاغب ده هو اللي بيسي لولده والوالدته في ناس كتير لو بص على الإساءة بتاعته يقول لك أهله معروفش ربه كذلك الأمر أنا آسف جدا الرئيس عبدالفتاح السيسي بيبقى عامل مشروع كبير جدا وتهقيل كبير جدا ويجي موظف بسيط قد كده يعمل مشكلة صورة العميل أو المجتمع المصري يقول لك بص الموظف عامل أزاي بص الفلان عامل أزاي ليه أروح الساعة 10 الصبح أو الساعة 11 يقول لي لا احنا قفلنا ليه ليه ما يربطش الموظف الحكومي زي الموظف القطاع الخاص بالإنتاج هتخلص لي مدة ساعة كذا ليك قد كده لكن الموظف بيجي الساعة 9 ويمشي الساعة 11 زي ما احنا عارفين لكن للأسف طبعا انت بتهد صورة كبيرة جدا مشروع كبير جدا ناشى به الإدارة الحكومية وأنا بشكر فعلا الدكتور مصطفى مدبولي على أنا بقولي أن ديت الوزارة ديت أو المشروعات الكبيرة اللي معمولة ديت أنا يعني وجه نظري أنا أني عاملين مشاريع كبيرة جدا في الفترة اللي احنا متواجدين فيها ديت بصورة كبيرة جدا مشرفة في ناس كانت تقول برضو على موضوع الكباري الكتير أنتو الإدارة الحكومية فقط لغير بتعمل كباري بس عايز أقول له حضرتك لو أنت هتيجي تسأل مندوب عربية عربية بيوزع منتجات تقول له أنت لو أنت مثلا موجود في الحلمية وعايز تطلع التجمع يقول لك يا ده أنا زمان كنت باخدها في ساعتين دلوقتي ربع ساعة بوصل للعميل بتاعي شفت المقدار الزمني بين بين الكبري اللي طلعه وصل به المكان التاني المقدار الزمني ده وصل للعميل قد إيه هتقول لي طب أنا مالي أنا اللي هو وصل للعميل قد إيه لا هو الكسبان لما كان بيعمل مثلا أردر أو اتنين أو تلاتة في اليوم كله ويرجع بالليل متأخر دلوقتي بدأ أنه هيعمل الأردر بتاعه مرة وعشرة عشان خاطر الفترة الزمانية اللي هو وصل بيها من دمن المشروعات الطرق اللي موجودة طبعا احنا بنشكر فيها لدرع الحكومية كان في رسالة من بعض الناس المتابعيننا المشاهدين كان في رسالة من الأستاذ أو الطفل أحمد إبراهيم فاروق عثمان وده كان بيقول أنا مش عارف أصرف العلاج بتاعي من المستشفى احنا طبعا مش نسكر المستشفى هو بس يعني المستشفى دي مستشفى تنيل بشوبرة الخيمة أحمد إبراهيم فاروق عثمان مريض سكر مش عارف يصرف العلاج بتاعه طبعا احنا نقدر بس نطلع فاصل ونرجع لكم تاني هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر